بصوا انت لو من الناس اللي سبتتفرج على التلفزيون يبقى اكيد بيحصل معك كده أتمنى كل الأمور ما بتوصلش يعني للمستوى الفضيئ دوت فتعالوا كده نترجم مع بعض الاتقال دوت ونفهم معناه ايه زي ما بنعمل اول حاجة اتقال turn on the tv ودي معناها شغل التلفزيون و turn on دي معناها شغل وهي الوحدة عبارة عن فريز البرب يعني بتبقى الفريز البرب دوت عبارة عن كلمتين مع بعض بتحطهم يدوك معناه تاني يعني turn on لما تحطوا يديك معناها شغل اذا مثلا turn on the light turn on the tv turn on the radio نستخدمها مع الاجهزة والالكترونيكس والحاجات ديت بعد كي رديت علي وقلتلي I don't want to watch the tv ودي ببطء I don't want to watch the tv انا مش عايز اتفرج على التلفزيون روح ترادت عليها بكل برود وقلتلي I don't care turn it on ببطء I don't care انا مش مهتم turn it on شغله وعشان انا طيب قلتله اللي هو يعني خلال اصماشي عم زي بعض اشغله لك فبعد ما شغل التلفزيون وعمل يقلب في القنوات القنان اللي فاتت كان عليها مسلسل فالتاني شاف المسلسل دوت وعايزوا يرجعوا تاني فبيقول له ايه there is a tv series on the previous channel بيقول له القنان اللي فاتت كان عليها مسلسل تلفزيوني وكان عايز يكمل ويقول له رجع بقى القناة ديت فطبعا ملحقش يقول له كده لان التاني اتعصب عليه وقال له no 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 i'm not watching a silly tv series يعني ايه يعني لا 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 انا خلاص جبت اخري منك انا مش هتفرج على مسلسل تلفزيوني فاشل او يعني ممل انا مزهقت منك يعني ومش عايز يحول حاجة خلاص يعني كمال خلتني اشغل التلفزيون بالعافية كمالنا تفرجنا المسلسل لا بابا مش انا مش انا بعدك انا رح مكمل كلامه بيقول له i'm watching this movie if you're not interested go and watch your favorite series online يعني ايه يعني بيقول له بص انا هتفرج على الفيلم دوت لو انت مش مهتم تتفرج ان شاء الله انك ما تفرجت البلد يا كده ده معناها وروح شوف المسلسل بتاعك اتفرج عليه online يا حبيب فالتاني جاب ورقة بقى بس عشان مبقاش جاب ورقة وفعله ايه يعني ايه يعني خلاص ماشي بس ايه وطي او ايه اكتم الصوت وكده خلص الموقف الملحمي دوت على التلفزيون وتمنى تقولوا لي ايه موقف الملحمية التانية اللي نفسك وتعرفوه عشان نعملها في فيديو تانية ان شاء الله واخيرا وصلنا للفاكرة بتاعت ال idiom of the day وال idiom بتاع النهاردة بيقول وده معناه من الاخر سرك في بير زي مثلا يعني انا عايز اقول لك سر خطير جدا يعني سر يعني كبير فانعايز اقول لك على سر خطير جدا بس لازم توعيدني الاول ان انت هتحافز على السرده ومش هتقوله حد بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة زي ما هقول لك كل مرة زي ما بقول لك على طول تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو استفدتم الفيديو وشير عشان الناس تستفيد ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة